يحدث أن يختلف تعريف الإرهاب ومكافحته بحسب الجهة التي تتحدث ففي النسخة الثامنة من مؤتمر الأمن في موسكو استعرضت روسيا ما سمتها الإنجازات على صعيد مكافحة الإرهاب في سوريا بينما ما رآه السوريون لا يمكن أن يندرج تحت أي قائمة غير ممارسة الإرهاب كلها تألوا أرهاب خرناه الحمد لله كلها تألوا أرهاب خرناه نائب وزير الدفاع الروسي أليكزندر فومين استعرض مع المشاركين من أكثر من مئة دولة ما فعلته بلاده في سوريا فتحدث عن تأمين المساعدات دون ذكر الذي هجر السوريين كما استعرض مساعي تحسين البنية التحتية بينما كانت طائراته تقصف شمال البلاد واستطرد بالحديث عن إعادة اللاجئين وتهيئة الظروف الأمنية لهم في حين تعيش مناطق النظام أزمات واحدة تلو الأخرى وسط تأكيدات الأمم المتحدة أن الأوضاع غير مواتية لعودة اللاجئين استعراض روسيا لما فعلته في سوريا ترافق مع صمت لأكثر من مئة دولة بينها دول عربية وأخرى تعرف بأنها صديقة للشعب السوري صمت على الجرائم التي ارتكبتها روسيا في الأراضي السورية مطلقة عليها اسم الإنجازات على عدة أصعدة حول ملف إدلب ومحيطها تحدث المسؤول الروسي عن سعي بلاده مع تركيا خلال المرحلة القادمة إلى إنجاز الاتفاقيات بشأن المنطقة بما فيها إنشاء المنطقة المنزوعة السلاح في وقت كانت فيه الراجمات تفتح نيرانها منهكة اتفاق سوتشي المصنع في روسيا شرق الفرات كان مساحة أخرى وحتى تدعي روسيا أنها المخلصة في سوريا شككت بالرواية الأمريكية الخاصة بتلك المنطقة حول القضاء على الإرهاب المتمثل بتنظيم الدولة وصفة الوضع فيها بالمعقد إذن موسكو تحاول كتابة التاريخ حسب رؤيتها إلا أن ذاكرة الشعب كانت وستبقى ترى روسيا قاتلة للسوريين وحليفة لقاتل آخر